حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية من فيينا سيد شاكر مساء الخير مساء النور كيف كانت الأجواء في فيينا صبيحة هذا اليوم وهل ترى قلقا بالفعل في الدول الأوروبية بعد خروج بريطانيا من هذا الاتحاد الحقيقة هو في فيينا وفي كل عواصم أوروبا يشك أن السياسيين قد ناموا أساسا هذه الليلة الكل كان يتابع لحظة بلحظة بكل تأكيد الذي جرى هو يعبر عن حدث كبير بعضهم يتحدث عن صدمة عن زلزال ونحو ذلك لكن بكل تأكيد المشهد اليوم الأوروبي مشهد حافل من مفارقات خطابات وقال الأوروبيين هذا اليوم على سبيل المثال لها مغزى واحد أنهم يخشون أن تتحدث الشعوب بالاستفتاءات كأن اليوم الديمقراطية المباشرة هي أكبر تهديد لمشروع الوحدة الأوروبية يعني أن يذهب الشعب بالاستفتاء أصبح هو يمثل بحد ذاته تهديد للبقاء بالاتحاد الأوروبي أتصوى هذا مشهد فعلا غريب أن نصل في المشروع الأوروبي إلى هذا المستوى وهذا يؤكد الموضل الجوهرية التي كنا ننبه عليها منذ سنوات بعيدة وهو أن الاتحاد الأوروبي ليس اتحاد بين شعوب ولكنه اتحاد بين دول فكرة الوحدة ليست عميقة في أوروبا هي الحقيقة نعم عوضا عن المقاطعة سيد شاكر سأعطيك فرصة لتكمل ولكن أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية والبعض يتحدث عنها هي أيضا إشكالية أن السياسة لا تجاري دائما الديمقراطية قد تصل مرحلة ويتصادمان أو يتقاطعان هذا ربما ما حصل في بريطانيا الساسة الذين يقودهم ديبد كاميرون الحكومة أقصد تريد لهذا الاتحاد أن يستمر ولكن الديمقراطية قالت لا ونجحت انتصرت الديمقراطية هزمت السياسة في هذه الحالة هذا ربما سيعطي بما أشرت إليها أيضا بأن مطالبات الشعوب هنا وهناك قد تهزم رغبات هؤلاء الساسة وتوجهاتهم الحقيقة هو هذا يحين لمعضلة وأزمة في المشروع الديمقراطي ذاته نتخيل فقط لو أن نصف مليون ناخب ذهبوا أكثر التصويت وهم مثلا مع البقاء سوف يتغير وجه التاريخ هذه الديمقراطية في نهاية البطاط لها وعليها ولكن مشروع أوروبا بحد ذاته مصمم بشكل فوقي صاغه قال الدول صاغه أناس حالمون ولم يتم في الأساس تصميمه من حيث إرادة الشعوب ثم طلب من الشعوب أن تصوت في لحظة معينة فوق فقط اليوم الشعوب تعيش مخاوص وتصوت في الاستفتاءات بدوافع الهواجس وليس بدوافع العقل في واقع الحال اليوم الخاسرون بالاستفتاء منهم؟ الشباب البريطاني اليوم الشباب الذين صوت ثلثاهم مع البقاء في أوروبا في استفتاء بريطانيا هؤلاء الشباب سوف يدفعون الثمن في اليوم التالي سوف تغلق أسواق العمل الأوروبية في وجههم سوف تغلق برامج طبادر الطلاب والشباب في وجههم لكن هذه الديمقراطية في نهاية المطاف وما يخشاه اليوم فعلا الزعماء أوروبا العقلاء إنجاز التعبير أن يتلحرج المشروع الأوروبي ليصبح في أيدي نخبة يمنية متطرفة أو مهوسة لنرى مثلا نموذج رئيس بريطانيا السابق سيد جونسون وهو رجل مندفع رجل متسرع حالا بالسلطة اليوم بعد كاميون هذا الرجل له دور أساسي في اندفاع بريطانيا الاستفتاء على هذا النحو وبالتالي عندما تتوفر نخبة ربما سياسية غير مسؤولة ربما تتصرف بشكل انتهازي أو ضيب بالعفق سوف تسقط الديمقراطية بأيدي أشخاص تعيشين وهذا تجربة تاريخيا نحن نعلم بأوروبا تاريخيا أن هتلر جاء في عملية ديمقراطية في لحظة معينة ثم أمسك بالبلاد إذن المشروع الديمقاطفي أزمة الأحزاب السياسية أيضا لم تبدل جرأة كافية مع خطاب أقصى اليمين السياسي وهي تدفع اليوم الثمن عندما تركوا اليمين السياسي المتطرر يذهب بعيدا في تأجيج الشارع ربما باتجاه الأقليات والمسلمين أو بأجندات متطرفة باتجاهات متعددة اليوم يتفاقم هذا الخطر على أوروبا ويدفع الجمهور بشكل غير مدروس ربما بشكل غير واعي لاختيارات لمصلحة له فيها هذه حالة واعي زائف أنا برأيي سوف تدفع أوروبا ثمنا لها برد النظر عن موقفها من جودة السياسات الوحدة الأوروبية أيضا الشعوب الأوروبية اليوم لا ترى أنها قريبة لنقول من نبض صناعة السياسة في أوروبا صناعة السياسة في أوروبا تجري بعيدا هناك في بروكسل البريطانيون لا يشعرون بأنهم قابلين أن يتلقوا تعليمات كما يعون من الصانعين قرار في أوروبا الموحدة هناك خصوصية بريطانية عميقة نفهمها ولكن أيضا من حق أي شعب أوروبي آخر أن يفكر بنفس الطريقة وهذا سوف يؤدي بنا إلى فعلا سقوط عملية الوحدة الأوروبية هذا هو سؤالي التالي سيد القدومي يعني لو أردنا طبعا هذه المسألة لبما معلقة الآن بشطارة وحنكة هذا الزعيم الأوروبي أو ذاك كيف يقنع شعبه أكان في إطاليا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها كل دول الاتحاد المتبقية الدول السبعة والعشرين كيف يمكن أن يهدئ هذه الأجواء على الأقل حتى تمر هذه العاصفة ولكن لو أردنا أن نذهب إلى أسوأ سيناريو ممكن أن يقع أن جردت استفتئات في السنتين القادمتين في إيطاليا في دول أوروبية أخرى للخروج التوقع الأرجح الحقيقة إلى أين يميل إذا كان السؤال واضح في هذه الحالة نعم في الحقيقة إذا نحاول الآن أن نلحظ ما يجر على الأرض في الانتخابات الأوروبية المحلية هناك صعود قوي لأجندة أقصى اليمين في كثير من الدول وهذا يعني ببساطة أن الأجندة السياسية ليس في حلقة تلك البحروج وهي ماضية اليوم لنلحظ فقط أن بلد مثل النمسا كان قابقه وسين عواتنا أن يفوث به برئيسته الرئيس من أقصى اليمين وفي اللحظة الأخيرة تم عرقلت هذا إذن الأجندة السياسية فعلا أمامها تحديات حقيقية نبرت المخاوف تسود في أوروبا اليوم بأسباب غير واقعية وهي تدفع الجمهور لأن يصوت بوجدانه وليس في حقيقه المشروع الأوروبي اليوم أيضا عليه أن يقدم إجابات نحن نلحظ اليوم مثلا اقتصاد المستشعى الألمانية يعني جواب على ما تفضلت به ألمانيا اليوم فعلا قدمت نموذج قيادة لأوروبا تحدثت عن ضوط استلهاب العبار وضوط أن تجتمع الدول الأوروبية نافذة أو الفاعلة في مشروع الوحدة الأوروبي قريبا بعد أيام لكي تنظر في خيارات التعامل المرحلة وهذا يعبر عن أزمة المشروع لأن ما زال هناك قوة فاعلة في المشروع الأوروبي وليس كل قوة قادرة على أن تمسك بالزمان هناك نخبة داخل الأوروبا سياسية التي تمسك بالزمان بالفعل البعض الحقيقة سيد القدومي ربما مبالغة في التفائل أو في محاولة لإيجاد حلول ومخارج أخرى لهذا الاتحاد الذي ربما هو مقبل على انهيار كما يقول المتشائمون البعض يتحدث على لماذا لا يتحول إلى الولايات المتحدة الأوروبية على شكل أمريكا لا أدري ما مدى سلامة هذا السياق وموضعته نعم طبعا هو الاسم حسام الشاكر للتوضيح في الواقع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية جاءت من اليوم إشارة منها مباشرة من السيد ترامب عندما رحب بنتيجة الاستفتاء البريطاني ورأى أن البريطانيين يشقون طريقهم المستقل السؤال الآن ماذا لا تم مثل هذا في أمريكا بنفس المنطق يتخيل فقط لو أن ولاية أمريكية طلبت بحقها الدين قراطي الذي يمكن افتراضه بالتقرير المصري والتقرير الطريقية بنفس المنطق يمكن أن يحدث نفس الشيء سواء أن هناك الكزامات تاريخية لكن هذا لا يمكن أن تبتل مصيرا أبديا مسار التفكك إن ترك للهواجس الشعبية في لحظة معينة سوف تتفلت هناك دول ومجتمعات في أوروبا تشعر أنها يمكن أن تستغني عن مشروع الوحدة وبنفس المعنى لأمريكا أيضا ربما في لحظة معينة هناك ولايات تشعر أنها غير معنية أن تزلق التعليمات من واشنطن العاصمة هذا ربما أن يحدث في لحظة معينة تاريخيا والكل يعلم أن هذه إمكانات تحدث في أي دولة عندها داخل أحشاء أوروبا هناك دول اتحادية التي تعيش هذه اللحظة في أسبانيا على سبيل المثال في بريطانيا المملكة المتحدة أيضا وغيرها هناك نزعات انتصالية في أوقات الأزمات المتعددة يمكن أن تذكى هذه النزعات وترتفع تصوى لحظة أوروبية طريقة تاريخية فيها الكثير من المصاربات وأيضا تحتاج من النخب الأوروبية أن تتماسك وبالفعل تنعب بالتزاماتها طيب سيد حسام شاكر دعني أختم بسؤال وأعتذر فيما يتعلق بالاسم لو سمحت سؤال أخير فيه تعلق بوجهة النظر العربية أو كيف يتابع العرب ما يجري لأوروبا وفي عقاب هذا الاستفتاء في بريطانيا العرب دائما فشلوا الحقيقة في إنجاح أي مشروع وحدوي وما زالوا مشارذمين وجامعاتهم شبه نائمة أو شبه ميتة الآن سيقول البعض كلنا في الهم سواء الاتحاد الأوروبي ينهار ونحن أيضا كذلك فلا عيبة إذن هل على العرب وهذا السؤال هل على العرب أن يتابعوا بدقة ما يجري لأوروبا أن ربما يعتبروا مما حصل أن يستفيدوا من هذه التجربة وكيف الحقيقة الصدمة ربما التي تلقاها العرب اليوم أو بعض العرب من باب الدقة هي أنهم اكتشفوا أن مشروع الوحدة الأوروبية مشروع هش مشروع غير متماسك كما ساد الاتقاد وهذا مبعثه أنه كان هناك انبهار عن قطعات معينة بمشروع الوحدة الأوروبية ولم تكن هناك عقلانية في النظر لحقيقة هذا المشروع ونقاط الضعف الكامنة فيه حتى أن بعض النخب العربية كانت تعتمد نموذج الوحدة الأوروبية كنموذج يمكن أن يكون ملهما للوحدة العربية وفي تقديلها لم يكن نموذجا مناسبا واتضح اليوم بما لا يدع مجالا الشك أن نموذج الوحدة الأوروبية يمكن تتعلم منه في بعض التفاصيل لكن فيه معضلات بنيوية حقيقية هناك فائدة للعرب وغيرهم من الشعوب حول العالم أن تنحظ هذه التجربة ونقاط الضعف فيها إذا قالت أن تصمم مشروع وحدة حقيقي مشروع تكامل مشروع تبادل وتنسيق والاتحاد الأفريقي نظر في خيارات التفاعل المتبادل وأنضج تجربة على طريقته العرب يحتاجون اليوم بالفعل أن يدركوا من الذي يجري في أوروبا وأيضا في نفس الوقت أن يعلموا أن أوروبا قادرة أن تتعامل مع معضلاتها وأن بريطانيا سوف تبحث لها في نهاية المطاف عن شراكة خاصة مع أوروبا مثل نرويج أو سويسرا التي تبقى في الحضن الأوروبي في النهاية المطاف هناك تحول حقيقي اليوم أو مؤشرات التحول في أوروبا لكن أوروبا تستطيع برأيي في المدى القريب أن تخضم هذه التحولات تتعامل معها وتتجاوزها قدر الإمكان ما لم تسقط في أيدي اليمين المتطرف الأستاذ حسام شاكر الباحث في الشؤون الأوروبية كنت معنا من بيانا نشكره كجزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر